ينضم إلينا مانا بغداد مرسل الغد مصطفى القطن يا مصطفى قيادة العملات المشتركة أشارت لأصابة اثنين من الجنود العراقيين هل ارتفعت الحصيلة مصطفى؟ يعني محمد الحصيلة التي أعلنت عنها قيادة العملات المشتركة لا تزال حتى هي لكن هناك تفاصيل أخرى عن طبيعة هذا الهجوم وكيفية تنفيذه الهجوم نفذ طبعا من منطقة أم الأظام التي تقع شرق بغداد وبالشرق أيضا من معسكر التاجي يفصل مكان الهجوم عن قاعة التاجي بضعة كيلومترات ويفصله فقط نهر دجلة عن موقع التاجي هناك تم العثور على سبع منصات لإطلاق صواريخ الكاتيوشا المنصة الواحدة تحتوي ثمان صواريخ وبالتالي مجموعة الصواريخ هي 56 صاروخا أطلق منها 32 و24 صاروخا لم يتم إطلاقهم طبعا قيادة العملات المشتركة أعلنت بأنها ألقت القبض على صاحب المرآب الذي أطلقت منه الصواريخ والعملين في هذا المرآب إضافة إلى إلقاء القبض على نقطة التفتيش القريبة من هذا المرآب كإجراء أو كرتفعل على تنفيذ هذا الهجوم وطبعا عدم تمكن أصحاب نقطة التفتيش القريبين من هذا المكان من إحباط هذا الهجوم حتى هذه اللحظة هناك إجراءات مستمرة تتخذها القوات العراقية من أجل هل أدلى بأي معلومات يا مصطفى؟ من تم إلقاء القبض عليه هل أدلى بأي تفاصيل أو معلومات؟ يعني حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات ما إذا كان هناك شيء يدل على أو معلومات قد تم الإفادة بها من أجل معرفة من يقف على هذا الهجوم لكن هو إجراء طبيعي إجراء روتيني باعتبار أن الصواريخ أو منصات الصواريخ وجدت في مرآب بالقرب من هذا المكان وبالتالي صاحب المرآب ومن يعملون فيه تم إلقاء القبض عليهم لا تزال الإجراءات تتخذ من قبل الأجزاء الأمنية من أجل محاولة تدارك الموقف منعا لتصعيد جديد بين قوات التحالف أو تنفيذ هذه القوات هجمات ضد عسكرات تابعة لحجر الشعبي وبالتالي تطور الموضوع إلى أكبر مما هو عليه في وقت لا يحتاج عراق بالتأكيد إلى تصعيد آخر على المساعدة طيب يا مصطفى العراق ربما ستقدم بشكوى للأمم المتحدة جراء هذا القصف الأمريكي هل تقدم بالفعل أم هي فقط نواية حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة محمد هذا الموضوع يندرج ضمن إطار النواية العراق ذكر بأنه سوف يقدم شكوى للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن عفوا لمجلس الأمن الدولي لكن حتى هذه اللحظة لا توجد خطوات حقيقية لأخذ خطوة مماثلة العراق يرى أن ما جرى من قصف لمواقع عسكرية تابعة الحجد الشعبي انتهاك للسيادة العراقية ويساهم في تفاقم الأزمة فيها العراق ويضعاف سلطة الدولة وهيبتها على معظم المؤسسات الأمنية فيها العراق وبالتالي قد يعزز من فرص عودة تنظيم داعش مرة أخرى إلى الواجهة بحسن طبعا بيان رئيس الجمهورية وكانت هناك بيانات أخرى تتواء بشكل كبير مع البيانة الذي صدر من مكتب رئيس الجمهورية العراقي شكرا جزيلا مرسل الغدمان بغداد مصطفى القطن